على إثر حدث حرف القطار 125 الرابط بين الدر البيضاء وفاس الأربعاء الماضي بمدخل محطة زناتا عقد المكتب الوطني للسكاك الحديدية ندوة صحفية لتوضيح ظروف وقوع الحادث ونتائج التحقيق الذي تبعه المكتب إجراءة متعددة يتم اتخاذها لتحسين نظام السلامة من بينها التحديث المستمر لتشهيزات التشوير وتبني نظام جديد لتدبير السلامة السكاكية السلامة سالة القطارات تحضر بهمية قصوى في المكتب الوطني السكاك الحديدية ودي على ذلك أنك سلم من 75% المعاوين في المكتب الوطني السكاك الحديدية معنيين بطريقة أخرى مقعدة السلامة القطارات كذلك هناك منظومة اللي هي السلامة القطار المعتمدة في المكتب الوطني السكاك الحديدية ولي كيتم التطويره سنة على سنة و factorial معا говорит دولية في هذا الباب ويذكر أن حدث انحراف القطار جاء نتيجة لاتخاذه البسار المؤدي إلى خطوط المناورة ليرتطم بسرعة منخفضة بشحنة فارغة لنقل البضائع كانت مركونة على السكة الموازية وقد أفضى تحقيق خبراء المكتب إلى أن الحادث نتج عن عدم احترام سائق القطار لعلامات التشوير وتجاوزه بسرعة عالية عقرب التوجيه في وضعية منحرفة